ماذا بعد إسقاط الطائرة الصهيونية بصاروخ أطلق من سوريا؟ معادلات جديدة تظهر ملامحها في المنطقة هذا تحليل أول أما الثاني فيقول إنها جولة من جولات صراع الكبار في سوريا لن تلبث أن تثور حتى تهدأ كما العادة باتفاق جديد بين هؤلاء المتصارعين تعددت المرات التي استباح فيها الطيران الصهيوني الأجواء السورية بل وقصف فيها مواقع مهمة إلا أن الطرف السورية قرر أن يتحرك على غير عادته بعد عقود من البرود وأن يستخدم حقه المقدس في الرد لكن التساؤل المهم هنا من الذي اتخذ القرار؟ إسقاط الطائرة الصهيونية جاء بعدما أسقط الاحتلال طائرة مسيرة إيرانية حلقت فوق الأراضي المحتلة تبع السقوطين غارات صهيونية على أهداف إيرانية وأخرى تابعت للنظام قرب دمشق هي الأقوى منذ عام 82 حكومة الاحتلال قالت إنها لا ترغب في التصعيد على الرغم من تصريحاتها شديدة اللهجة ضد إيران وحلفائها في حين ارتفعت نبرة المواقف فيما يعرف بحلف الممانعة أو ما أطلق عليه غرفة عمليات حلفاء سوريا إذ عادت الروح لهذا الحلف لمهاجمة الاحتلال شماعته الدائمة بعدما أوغل وتصريحاته في دم الشعب السوري فقد خرج تنظيم حزب الله اللبناني واعتبر أن إسقاط الطائرة يمثل بداية مرحلة استراتيجية جديدة لكن وعلى الرغم من نشوة التصريحات هذه إلا أن معرفة طبيعة الصاروخ الذي أسقط الطائرة الصهيونية سيوجه البوصلة إلى الاتجاه الصحيح ويكشف حقيقة الحادثة فالطائرة أسقطت بصاروخ روسي على الأغلب وكيف لموسكو حليفة تل أبيب القوية أن تسمح باستخدام سلاح متطور من صنعها في استهداف ذلك الحليف الحميم الآخر الكيان الصهيوني إلا إن كانت روسيا هي التي أعطت الضوء الأخضر لذلك وهذا ليس تكهنا بل رأيا تبناه محللون روس وإيرانيون ربطوه بحدث مشابه وقع منذ أسبوع في الشمال السوري وهو إسقاط المعارضة السورية طائرة حربية روسية قالت موسكو إنه أسقط بصاروخ من صنع أمريكي الضوء الأخضر الروسي هذا جاء بعدما قالت موسكو إن واشنطن غيرت قواعد اللعبة في سوريا عبر تمريرها صواريخ مضادة للطائرات لمن تصفهم روسيا بالإرهابيين وهو ما يعني أن الساحة السورية أصبحت اليوم صندوق بريد يلقي فيه من شاء ما شاء من الرسائل والأيام المقبلة ستكشف تبعات حادثة إسقاط الطائرة الصهيونية سواء في سوريا وجبهاتها القتالية والسياسية وأيضا تبعاتها على عملية الاستفافات والتحالفات في المنطقة موسيقى موسيقى